واحدة من الأشياء كذلك المهمة المقارنات المقارنات سواء بين الأبناء والدفلان وأولادي ولا بين الزوجة والأزواج بآخرين هذه كثير قاعدة ترهق حقيقة المسألة صح ترهق كثير لأن المقارنات خاصة في ظل مواقع التواصل لأنه يمكن مواقع التواصل أثرت كثير علينا أثرت كثير حتى اليوم على مستوى الفرد تحصل يروح حتى اليوم يسافر صار لا يستطيع يسافر في أكونامي مع أنه لا يوجده يقول لك أنه مواقع التواصل نفس الطريقة هي كامرأة أو كرجل يبدأ مسألة الندم إذا نرى سبحان الله في مسألة خطيرة والله أنك أنت كل واحد فينا الأغلب يبدأ الزواج هو إنسان على قده ترى مع مراحل الحياة أنت تكبر تكبر قد في منصبك تكبر مثلا في علمك تكثر فيبدأ الإنسان يقارن نفسه اليوم فليش خط هذه يبدأ بالندم إذا تم يندم ليش خط هذه ما بيقدر يعاملها عدم وكل ما الضايق وكل ما قهور لأنه ندمان أن نخذها مع أنه قبل زين أحمد ربك وافقت عليك على قبل هي نفس الطريقة تبدأ تقارن ليش خط هذا مع أن أنت قبل ترجيتي عشان يأخذك وأول ما خبروك أهلك فرحتي لكن الآن تغيرت قد تكون داومة قد تكون عندها فلوس ترجمة نانسي قنقر